أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن فخره واعتزازه بالنتائج والإنجازات المشرفة التي حققها اللاعبون واللاعبات من ذوي الإعاقة بمختلف المحافل والبطولات مؤكدا سموه أنهم استطاعوا التغلب على حاجز الإعاقة بالعزيمة والقوة والتحدي ونجحوا في أن يشرف البحرين ويرفع علمها عاليا في تلك المشاركة جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمجلس سموه بالرفع 70 رياضيا ورياضية من ذوي الإعاقة بحضوره السعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الشيخ محمد بن دعيجة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجموعة من المداربين والإداريين بالاتحاد هذا وقد نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مؤكدا سموه موقف جلالته الثابت والداعم بضرورة توفير مختلف أنواع الرعاية والدعم لذوي الإعاقة خلال دمجهم في جميع المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة ما يدل على حرص ودعم جلالته على تقديم الدعم اللامحدود لابنائه الرياضيين بما فيهم ذوي الإعاقة والذي كان له أثره الإيجابي في استمرار تحقيق النتائج المشرفة في مختلف المحافل الرياضية كما نقل سموه تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منوي أن سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في دعم رياضة ذوي الإعاقة من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهدف لترجمة التوجيهات الملكية السامية في القطاع الشبابي ورياضي وهذا ما ظهر جليا في النتائج المتميزة التي حققها رياضي ذوي الإعاقة وأساهم بشكل كبير في تطورها وازدهارها حتى وصلت لمنصات التتويج العالمية وعرب سموه عن فخره واعتزازه باللعبين واللعبات من ذوي الإعاقة كونهم استطعوا التغلب على جميع الصعوبات وأثبتوا قدرتهم على العطاء والتميز مشيرا سموه عن سعادته بهذه الإنجازات كحصول اللعب فاطم عبد الرزاق على ميدالية ذهبية في لعبة رمي الجلة بالأولمبيات الباراليمبية التي قيمت بمدينة ريو دي جينيرو وحصول اللعب روبا العمري على المركز السابع عالميا بين أفضل الرياضيين في لعبة رمي القرص بالمشاركة ذاتها وأشهد سموه بالجهود التي يبدلها الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج وجميع الأعضاء في تنفيذ البرامج الكفيلة لتطوير وارتقاء هذه الرياضة والمساهمة في رفع قدرات وإمكانات اللعبين واللعبات بقص الاستعداد الأمثل لمختلف المشاركات القادمة بهدف تقديم الأداء والمستوى المميز والمنافسة على تحقيق المزيد من الإنجازات للبحرين متمنيا سموه في الوقت ذاته للاتحاد كل التوفيق والنجاح في سبيل مواصلة الجهود في عملية بناء وتنمية هذه الرياضة اشتركوا في القناة موسيقى 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 ماشاء الله متواجدة عندنا ماشاء الله ممقصرين كل في رياضته والحمد لله وحب أن أشكركم كل باسمه هنا لو حافظ أساميكم كلكم كان قلت أساميكم كلكم لكن هذا علي يذكرني عقبه في الأسامي الله يوفقكم في مشواركم يا الرابع واتمنى لكم المزيد من الإنجازات والمزيد من المشاركات والمزيد من تشجيع أخوانكم على المشاركة في الرياضات طبعا البحرين مبغريبة عليها في الرياضة أو في العالم الرياضي فأحنا الحمد لله مشاركين فضل الله ثم فضل دعم سيدي الوالجات الملك على دعم الرياضات سواء كانت محلية أو خارجية فالحمد لله أنت وما قصرتوا كل من شارك كل من أنجز وكل من أثبت قدرتها على المشاركة وفي رياضات أنا مبلاعب وياكم أنا أخاف منكم لحينا لأنها زاد المستوى وزاد المنافسة زادت الأمور فالله يوفقكم مرة ثانية وعلى هذا كله وصلكم سلام سيدي الوالجات الملك وسلام ناصر أخوي لكم كلكم كلهم باسمه ويعطيكم العافية أخوان دعم سموه كبير ونحن في الأجنوبية البحرينية رأس سموه شيخ ناصر مقدرين لسموه هذه الوقفة مع اتحاد البحرين للمعوغين ودعمه إن شاء الله يستمر وهم يعني إن شاء الله راح يقدمون كل ما ووسعهم أن يفرحون البحرين فرحون جلات الملك فرحون سموه خلال الفترة القادمة نهن جميع من سبيل اتحاد البحرين للعضاء ذوي العاقة على اتضافة سموه للاتحاد جميعا ونشكر سموه على هذا الاستقبال الحافل صراحة وما أثمر في نفوسنا ونفوس اللاعبين والإداريين والمطوعين في اتحاد البحرين للعضاء ذوي العاقة وأمانة كلمات سموه لللاعبين والإداريين ترفع من معنوياتنا صور جميلة وابتسامة أجمل تخلد في ذاكرتهم وتدل كذلك على مستقبل مشرق لقاء حمل بين طياته الكثير من المعاني التي تعجز عنها الكلمات لتفسرها لحظات من التقدير على إنجازات رفع من خلالها عالم المملكة عاليا وشاهدا على قدرات وسواعد أبناء هذا الوطن وطن وضعه أبنائه في قلوبهم وأباد لهم بالتقدير والتكريم وهم أهل لذلك والله اليوم شارف لنا الصراحة مقابلة الشيخ ونسمع مننا هالكلمات هالشيء يعني ما يخلينا نوقف وإن شاء الله يعني هالكلمات تشجيعية ويدافع لنا حق نكمل ونشارك في البطولات وإن شاء الله يعني حق أولمبيات طوكي 2020 إن شاء الله مو غريبة على بفيصل وهذي شيء كبير بالنسبة لنا وإن شاء الله نقدمنا الأحسن حق مملكة البحرين هذي اللي عطانا دعم دعم قوي الشيء موين نوصف حق اللاعبين لحضره اليوم وإن شاء الله نبيض الواي بالبطولات الغاد إن شاء الله أحب أشكر سمو الشيخ خالد على هذه الاستضافة لنا ولها معاني كثيرة في نفوسنا وإن شاء الله لنا إنجازات قادمة بإذن الله هذه الدعوة والاستقبال تعني الكثير في نفوس اللاعبين من تشجيع ودعم وكل شيء يعني هو قدوتنا في الرياضة لقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيظل خالدا في نفوس الجميع وسيكون نبراسا يضيء طريق الإنجازات ليرفع الهمم ويستنهض العزمة لتبدأ قصة جديدة من قصص النجاح رسم معالمها ووضع منهجها وقواعدها خالد الإنسانية